لما تيجي تشرح لو انت مدير فني لفريق وتيجي تشرح لهم ازاي خش فيك جون ازاي تتجيب جون سوريا انا اسف تدور على فرقة زي اللي عملته منتخب مصر النهاردة تدور على اخطاء زي اخطاء دفاعية وهي اخطاء دفاعية مليون في المية تخيل حضرتك لو محمد حمدي الباكليفت او اي اسم كان لازم يعمل حاجة واحدة ملهاش حل ملهاش حل في الدنيا لازم اجري جنب اللعيب يا جماعة وحط رجلي ملهاش حل تاني انا كنت بالعب في هذا المكان وعارف ايه اللي بيحصل يا جماعة حرام على اللاعبين المصريين اللي عملوه النهاردة من الناحية الدفاعية انا اسف انا منفعل جدا ولكن والله لو لا دعاء كل الامهات مصر وكل المصريين ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده والله العظيم تلاتة احنا طلعين وحطين ايدنا على خدنا خلوني لاحب بس بديوفنا النهاردة احمد سابت وكريم سعيد هقول لكم مبروك وحنتكلم في كل حاجة ولكن والله احنا وإحنا طلعين قاعدين عاملين كده وبعدين الجون دخل بتاع مصطفى محمد امنا نطين انا بقول لحضراتكم وصف للمجموعة اللي قاعدة كلها امنا نطين من على اللي بتاع وقاعدنا وحضرنا بعض فجأة دخل فينا الجون التاني ومنا قاعدين كده والله العظيم وقاعدنا عاملين كده فجأة لقتهم جايين يقولوا لك يا بتم مبروك مبروك ازاي يا جماعة قال لك غنى اتعدلت مع مزنبيق اتنين اتنين في الديئة واحد وتسعين والديئة اربعة وتسعين قلت لهم يا جماعة برك الدعاء امي وامهات المصريين والله العظيم ثلاثة ربنا يخللنا امهاتنا جميعا وربنا يرحم كل واحدة يعني توفاها الله امي توفاها الله لانه النهاردة ده يا جماعة والله العظيم ثلاثة بعد الكلام اللي هتسمعون من احمد ويقعد يقول لك اسلو 20% من هنا و30% من هنا والكريم يطلع يقول لك لا مش هو ده اللي مش عارف ايه سبكم من كل الكلام ده ولكن برك الدعاء امهات مصري واللي حصل النهاردة ما يتقلش فيه الكده اهلا وسهلا ابو احمد اهلا وسهلا كريم الف مبروك وكالعادة ودائما كأس الامم الافريقية هي الاهم